اشتركوا في القناة التي تعطيك إمكانية تترويج الألعاب مقابل عمولة وكي لا أطيلك العادة سفامر مباشرة النصر بالموضوع أتمنى منك فقط تجدعي بنقل زر عجاب للفيديو أيضا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى تضطر زر الشراك مع تفعيل زر الجرس إذن على باكد الأمر لاستعراض المنصة والموقع الذي سوف نعتمد عليه وهو التابع لواحد من أفضل المحاكيات لتشغيل الألعاب على الحسوب بحيث أنه يوفر لكل من يريد العمل في مجال تسويق الألعاب منصة ضغمة بها الكثير من الألعاب التي يمكنك الترويج والحصول على عمولة كيف نقوم بالتسجيل في هذه المنصة أولا وكذلك الترويج لهذه الألعاب هذا ما سأشرحه بطبيعة الحال أولا تقوم بالنقل هنا على التسجيل لأول مرة ثم سوف يتوجه بك مباشرة إلى إتمام العملية التسجيل لأول مرة وسبق لها قمت بإدخال المعلومات الأولية وكنت أعتقد أنني أسجل لكن على العموم فالمعلومات بسيطة جدا تقوم في الخطوة الأولى بإدخال الإسم كذلك النسب وبعض المعلومات الخاصة في الخطوة الثانية تقوم بإدخال الموقع الإلكتروني أو القناة على اليوتيوب التي تغفر عليها وكذلك صفحة على الفيسبوك والإنستجرام المهم أن تضع لهم رابط لإحدى المنصات التي سوف تستخدمها لترويج العروض لكي يتأكدوا أنك سوف تستخدم طريقة شرعية ثم في الخطوة الثالثة تحدد الدول التي لديك من خلالها متابعين كتر على سبيل المثال من الدول العربية أو كذلك من الدول الأجنبية مباشرة بعد ذلك تمر للخطوة الرابعة وهي التي تظهر الآن من خلالها يطلبون منك بعض المعلومات الأساسية لمراجعة الطلب الخاص بك أولا هنا تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك ثم كذلك هنا تحدد إذا ما كنت بطريقة الحال منشئ محتوى على اليوتيوب، تويتر، موقع الإلكتروني كذلك على مواقع التواصل بصفة عامة فتحددها في هذا الخيار هنا سأقوم بإدخال إيميل عشوائي فقط لأشرح باقي الخطوات بعد ذلك مباشرة تضغط على خيار التوجه للصفحة الموالية من خلالها كذلك بعد المعلومات التي يلذمك إدخالها أولا الدولة التي تقطن فيها حاليا تقوم بإدخالها في هذا المكان ثم هنا تقوم بإدخال حسابك على Escape بهذا الشكل بعدها تحدد هنا الأماكن التي سوف تروز من خلالها بطريقة الحال اليوتيوب كذلك إذا كنت سوف تستخدم الفيسبوك، موقع الإلكتروني أو غيرها من الطرق بطريقة الحال هنا تضع الرابط الخاص بقناتك على اليوتيوب كمثال رابط قناتك تقوم بنسخه ووضعه في هذا المكان بهذا الشكل هنا تقوم بإدخال معدل المشاهدات أو أي شيء آخر فهذه الخيارات تانوية ليست بضروري أن تقوم بإدخالها هنا كذلك بالنسبة لهذا السؤال إذا كان لديك مكان آخر للترويج يمكنك تحدده في هذا المكان لم يكن تحدد الخيار التاني هنا بالنسبة لهذا السؤال هل أنت مستعيد لإتبات ملكيات القناة أو كذلك الموقع الإلكتروني أو الصفحة التي كنت قد وضعت الرابط الخاص بها تقوم بوضع نعم هنا وهنا كذلك ما هو نوع المحتوى الذي تقدمه يمكنك إدخال مثلا المحتوى الألعاب كمثال فقط الأساسي هنا أن تقوم بإدخال المعلومات الصحيحة هنا كذلك ما هي الدولة التي يتابعك منها عدد كبير من الناس تقوم بإدخالها بهذا الشكل وبعد تتوجه للخيار الموالي والذي يسألونك من خلال ما هي اللعبة الأكثر اهتماما بالنسبة إليك يمكنك إدخال مثلا هنا أي لعبة تهمك بشكل كبير وهو سؤال اختياري ثم بعدها مباشرة تضغط على إرسال الطلب لإدارة الموقع وسوف يراجعونه في ضرف يومين إلى ثلاث أيام سوف تتوصل بالإجابة بطبيعة الحال بقبول الطلب الخاص بك أو رفضه هذا إذن بالنسبة لطريقة التسجيل بعدا تقوم بإتمام كل هذه العملية والتي قمت بها قبل أيام من أجل أن نشرح باقي التفاصيل ومنها كيفية الحصول على الرابط وكيفية الترويج بطبيعة الحال إذن بعدما يتم قبول الطلب الخاص بك وفتح الحساب لأول مرة تظهر الواجهة على الشكل التالي هنا الإحصائيات بطبيعة الحال عدد الأشخاص الذين قاموا بالنقل على الرابط الخاص بك كذلك عدد الأشخاص الذين قاموا بالتتبيت وغير ذلك والأرباح بطبيعة الحال تظهر في هذا المكان الآن ما يهمنا بطبيعة الحال في المنصة وهو كيفية الحصول على الرابط الخاص بنا الرابط تجد في هذا الخيار بطبيعة الحال والذي من خلاله تجد جميع العروض المتاحة حاليا بعد أن نقرأ عليه تنتظر قليلا لحين تظهر كافة العروض بطبيعة الحال وتخترى العرض الذي يناسبك إذن وكما تشاهد معي الآن جميع العروض تظهر على الشكل التالي بطبيعة الحال فعلى سبيل المثال إذا قمنا بترويج هذه اللعبة نحصل على صفر فاصل صفر اثنان إذا قمنا بترويج هذه اللعبة نحصل على واحد فاصل اثنان وتسعون دولار لكل عملية التتبيت نفس الشيء بالنسبة لجميع الألعاب فالمبلغ الذي ستحصل عليه تجده دائما في هذا المكان بالنسبة لهذه اللعبة اثنان فاصل اربعة وخمثون هذه اللعبة واحد اربعة وعشرون هذه واحد دولار وهي من الألعاب المعروفة بشكل كبير وبطبيعة الحال لك الاختيار في الحصول على أي لعبة تريد أن تقوم بترويجها بكل التأكيد والحصول على العمولة الموافقة الآن نفترض أنك تريد الترويج لهذه اللعبة أو نختار إحدى الألعاب التي لها عمولة جيدة كمثال هذه اللعبة الشهيرة نضغط على هذا الخيار من أجل الحصول على الرابط هذا هو الرابط الآن هنا تحدد لغة العرض بطبيعة الحال للصفحة فإذا كنت سوف تستهدف الدول الأجنبية تحدد اللغة الإنجليزية والفرنسية وإذا كنت تستهدف الدول العربية تحدد بطبيعة الحال للغة العربية من هنا ثم بعد ذلك سوف تجد هنا المبالغ التي سوف تحصل عليها لكل دولة بطبيعة الحال كما تشاهد معي الآن ومن ثم إذا كان العرض مناسب بالنسبة إليك تقوم بنسخ الرابط بهذا الشكل وبعدها فنقوم بإدخاله في هذا المكان كي تشاهد معي الرابط كيف يظهر بطبيعة الحال أي شخص تشاركه معك كما تشاهد الآن هذا هو الرابط وأي شخص يقوم بتنزيل اللغة إلى الحاسوب الخاص به وتتبيته بطبيعة الحال على هذا المحاكي سوف تحصل على العمولة التي سبقها وشهدت بطبيعة الحال في هذا المكان أما بالنسبة للأرباح فالحد الأدنى لسحب في هذا الموقع هو 1 دولار فيمكنك طلب السحب بطبيعة الحال من خلال هذا الخيار ثم تضغط على خيار طلب السحب بطبيعة الحال وتربط الحساب الخاص بك بالبيبال من أجل توصل بالدفعات بكل تأكيد هذا إذن كل ما يخص طريقة التسجيل وكذلك الحصول على الروابط والأرباح الخاصة بك على حساب البيبال الآن ستحدث عن كيفية الترويج بطبيعة الحال لهذه الألعاب وكما ستشاهدون ماي الآن هناك الكثير من أشرحات على اليوتيوب لطريقة تشغيل الألعاب على الحاسوب وكل هذه أشرحات تشاهد بشكل كبير جدا مئة وخمسة وتلاتون ألف مليون فاصل تمانية مئة وخمسة ألاف وغيرها من أشرحات والمشاهدة بطبيعة الحال وهذا الشخص كذلك هنا يشرح لنا نفس هذا النظام بطبيعة الحال ويضع بكل تأكيد الرابط الخاص به ونفس الشيء بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الموجودين هنا وبالتالي يمكنك أن تضع كذلك الفيديو على اليوتيوب وترفقه برابط لتشغيل اللعبة على الحاسوب وكذلك نفس الشيء بالنسبة لكل من يتوفر على موقع إلكتروني يمكن بكل تأكيد إنشاء مقالات لكيفية تشغيل الألعاب على الحاسوب وذلك باستخدام هذا المحاكي على سبيل الميتال هنا تشغيل لعبات مثلا هذه اللعبة أثاثا التي كنا قد استخدمناها كميتال تقوم بإدخالها بهذا الشكل هنا وأكيد أنك سوف تجد الكثير من من يشرحون بطبيعة الحال طريقة تشغيل هذه اللعبة على المحاكي كما تشاهد وهمهم الأساسي هنا الحصول على العمولة في برنامج المثوقين ويمكنك أن تقوم بنفس الشيء بضعة الحال سواء بإنشاء فيديوهات على اليوتيوب وكذلك إنشاء مقالات على مدونة أو موقع إلكتروني وهذا بكل تأكيد سوف يجعلك تحقق مبالي محترمة خصوصا أن الكثير من الشباب الآن مهوثون بهذه الألعاب وهمهم الأول هو تشغيلها على الحسوب وبالتالي فنظام الـ CPA وترويج الألعاب فهو من المجالات المربحة بشكل كبير إذن نتمنى أن يكون الشرح واضح ومفيد بنسبة إليك وإن كان الأمر كذلك لا تبقى لليا بالنقل زر يعجب للفيديو إذن كنت تشاهدون لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الشراك مع تفعيل زر الجرس شكرا لك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة